السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها أحكام قضائية تصدر يعني في تحرك مهم جدا لرئيس الجمهورية قيس سعيد ضد بارونات التهريب اليوم فما حكم صدر في هذا الغرض حكم فرح برشاة وينزا على أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد المرة هذه على غير الرؤساء اللي صدقوه هو جيد في محاربة الاقتصاد المويزي في محاربة بارونات الفساد والتهريب اللي عبثوا بالدولة التونسية اللي عبثوا بالاقتصاد الوطني اللي أضروا برشا بالدولة التونسية وخليوها هما سبب من بين برشا أسبب أخرى تكون في هذا الوضع الاقتصادي المتردي والاجتماعي الكارثي شنو اللي صار هو أنه قيس سعيد كان أعلن حربه على الفساد برشا الناس تقول أنه الحرب هذه انتقائية خاصة خصوم الرئيس ولكن قيس سعيد كل مرة يثبت أنه لا أحدها فوق القانون والمحاسبة بشطة للناس الكل وحتى الناس اللي ما زيلت معناه فمش تحركات قضائية ضدهم راهوا بش تتحرك القضايا الكل ذيك معناه تكون الملفات حاضرة وطبعا تعرفوا اللي فما أشكال مع القضاة اللي قيس سعيد ديما يدعو القضاة الشرفاء أنهم يحكموا ضميرهم وأنهم يخدموا بلادهم ويقول ديما ويشير إلى أنه فما قضاة زيدا منحزين إلى أطراف أخرى يعني الجسم منتع الدولة التونسية هو عليل بما أنه القضاء ينجموا يتحكموا فيه وطيلة العشرية السوداء كما يسميوها عدة أطراف تحكموا في كل شيء حتى في القضاء ما يصدر حتى قرار قضائي لا في عملية إرهابية لا في تهريب لا في جريمة لا في حتى شيء إلا ما هما السياسيين يقرروا ساعة ومن بعد ترقد الملفات في القضاء ما تتحكمش وإلا تتحكم بطريقة ملتوية اليسار اليوم هو أنه قيش السعيد تقرر هو أنه يتقدم في الملف هذية واليوم نلقى مصادر إعلامية يعني تؤكد هذه الأخبار خاصة ضد بارونات الفسد ضد الكناتريا الكناتري على علاقة بشخصية سياسية كبيرة قادمة والفئة حزاب كبيرة اليوم بش نحكي عليه خلينا نحكي فقط على بإجاز على المهربين اللي الاقتصاد الوطني نلقاهم مثلا الفلوس اللي الدور في الاقتصاد المنظم والمهيكل الاقتصاد على البلاد والفلوس اللي الدور في الاقتصاد المويزي واللي معناه يشريوا بها ويدخلوا في السلعة والسلعة المتوفرة في تونس 60% أو أكثر من 60% من الاقتصاد امتعنا وفلوسنا اللي قاعدة دور في الدولة هي في الاقتصاد المويزي شو معناها؟ معناها أكثر من 60% فلوس ما هيش في الدورة الاقتصادية ما تتعديش على البنوك وعلى مكاتب البريد وما تدخلش للدولة وتتضخ فيها أموال والدور للأموال والبنوك ومعناها تستنفع والعباد تستنفع واللي بشيخة قرضي يستنفع والوضعية المالية للبلاد تتحسن وإلى غير ذلك اللي يصير هو أنهم عاملين سوق مويزي وحدهم لفلوس الدور بيناتهم يبيعوا ويشريوا وياخذوا من عند العباد ومبعد تقعد الدور تصير كيلي لفلوس هذيكا ما تدخلش للدولة وتونسية هذه معناها المعضلة هذه الحكومات اللي كل حارت فيها دو سامبل مو عليش حارت فيها وقت اللي يرتبط المال بالسياسة هذي كش نوع يصير وقت لي تولي مهربين وكنطرية يمولوا في أحزاب سياسية وعندهم علاقات مع السياسيين واخدم لي هذي يهوني وهذي يهوني وقتها تولي فما أشكاله ومن نجموش نعم تصدر قرارات قضاء أي خطر وقته يقعد يمول في أحزاب وفي شخصية سياسية اللي هو ينجم يأثر على القضاء ويتحكم في هذيك عليش قل جسم الدولة تونسية عليل وجسم القضاء عليل وقت لي تلقى نواب في البرلمان ما يحبوش يعديو مشاريع قوانين تضرب الكنطرية هذوما على خطرهم أصدقائهم وعلى خطرهم يخدموا معهم وقت تلقى أنت مسؤولين في الدولة ونواب إلى غير ذلك يبدوا يعني يوجدوا خلني يقول المهربين ولا الكنطرية البرونية تبينسور بشي يقولوا أنت اليوم فما حملة بش تجيك للمنطقة الفلانية ما تبشيش من المنطقة الفلانية الكنطرية يبدأ عارف اللي فما دوريات مثلا في البلاصة هذيك ما يجيبش عليها ويتعدى ويخدم على روحه من طريقة أخرى اللي صاير زي ده هو أنه السلعة اللي تجي من البلدين الأخرى اللي هربوا منها طبعا نحكي على تزير وعلى الليبيا اللي هما سلاعة غير مراقبة تدخل الدولة التونسية لعبت كيف تشري ما تعرشت دي كإذكو مصادقة عليها السلطة التونسية وإلا لي يعني راقبتها وتعرف اللي هي ما عندهش تأثيرات وتعرف اللي المواد الغذائية والمستحضرات الغذائية ومواد التجميل تستيرال كراتب اللدوات أي هي معنى اللي هو معنى المواد هذه كراية عندها مواصفات وتقبلها تونس لأنه المفروض أنه حتى سلعة ما تدخل تونس إلا ما تصادق عليها الدولة تونسية هما قاعدين يجيبوا كيف كيف مهم مش مصلحة التونس المهم المهم لفلوس المهم يكونوا لفلوس ويجيبوا لفلوس ويعملوا الثربة ويعملوا لفلوس لأكثر ولا أقل هذه الكل خلت دولة عالزة على أنها تطبق القانون على بارونات الفساد فقط لأنه المال يعني اختلط بالسياسة قيسة سعيد حاجة مختلفة حاجة جديدة قيسة سعيد نسل كلها كيف كيف اليوم يعني حارب فيهم في عقري دارهم بلاي حابت نختم بكلمة على الاقتصاد المويزي اللي المفروض أنه الدولة حتى في السنوات اللي فاتت معناها تدمج هالاقتصاد المويزي هذي تدمجه في الاقتصاد الوطني بمعنى كي تدخل سلعة لايزي تكون مراقبة ومعنىها وحسب المواصفات ولايزي تدخل بطريقة قانونية عبر المعابر يعني بيش تخلص الإجراءات والأداءات والدوانة إلى غير ذلك وهذا فيه أموال للدولة التونسية بيش تتضخف الدولة التونسية ذي الكل المانيش نعملو فيه بطفين عليهم الضولة أكثر ولا أقل اللي صاير هو أنه قيسة سعيد أعلن الحرب على الجميع يضرب بقوة وخليني نقول وأنه يعني فما حكم قضائي صدر على أكبر يعني بارونات الفساد وبرونات التهريب بالحق ضربت معالمية كما سمتها عدة أطراف وعدة مصادر أعلامية إيقاف كناطري وشريكه من كبار المتغطين بالسياسة وشخصيات السياسية تم إيقاف وما تم مش ذكر اسم هذا الكناطري واللي هو من أكبر بارونات الفساد وشريكه زيدا اللي هو يتغطى بالسياسيين وبعلاقاته السياسية وهذه ضربة كبيرة جدا للتهريب الكناطرية والسياسيين في عقر دارهم اللي اليوم ما عادش نجمه السياسيين يحميوا الكناطرية بشي خربوا الاقتصاد الوطني اليوم اللي يحب يخدم مرحبا بيه في الاقتصاد المنظم يدخل في المنظومة المتاع الاقتصاد المنظم يدفع الأداءات والإجراء تمتاعه كيف يدخل سلعة لازم هتكون مراقبة وتدخل الفلوس الكل في الدورة الاقتصادية الكلها وهكيك ترجع بالنفع إلى الجميع ترجمة نانسي قنقر